كشف مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفية بسكيكدا محيد دين تير جديد الوضعية الوبائية في الولاية فضلا عن تقييم العملية الكبرى للتلقيح خاصة ما تعلق بإقبال المواطنين ميكروفون خالد العيفة عملية التلقيح على مستوى ولاية سكيكدا سأذكر أولا لبيك داي اللي هو كان في الرابع سبتمبر الماضي كانت النتيجة لعملية التلقيح ذلك اليوم كانت 7630 جرعة في الأيام الخمسة الأولى من الكومباني التي امتدت حتى 17 سبتمبر وصلنا إلى 32 ألف جرعة وحتى 17 سبتمبر سمنها من الرابع سبتمبر حتى 17 سبتمبر وصلنا أكثر من 39 ألف جرعة على مستوى ولاية سكيكدا عملية التلقيح على مستوى الولاية إلى حد اليوم وصلنا 162 ألف و390 جرعة على مستوى ولاية سكيكدا بالنسبة للوضعية الوبائية على مستوى الولاية الوضعية تعتبر جيدة جدا وكانت نقص كبير على مستوى المستشفيات تدير للزوسبتاليزاتيون ونفو دي ترواستيلكتور دي سنتيلو بيارش ديسكيك دا كولو وصلنا إلى اليوم نسبة شغل الأسرة 16% كين مناهبوط ونقص كبير في عدد المرضى على مستوى المستشفيات بالنسبة للعدد الحالات اليوم المصنية على مستوى المباشرة عند النف مالات سلمان